مسائل السوبر يوم سوبر وأفرح سوبر لفريق سوبر وجماهير سوبر دايماً بتبقى الأفرح الأهلوية والانتصارات الأهلوية بتسعد جماهير القرى المصرية في كل مكان السوبر دايماً أهلاوي والحمد لله والفضل لله انتصارات الأهل في الفترة الأخيرة يمكن تغيب شكل كبير جداً على الشارع الرياضي المصري استمرار جيد جداً في النتائج المحلية والإفريقية عندنا مباريات طاقوية الفترة اللي جاية نصف نهاية دورة أبطال إفريقيا ولكن في فترة قليلة جداً استطاع مارسل كولر أن يسطر تاريخ جديد لبطولات جديدة مع النادي الأهلي ويكون اسم مدرد جديد يحفر في أزهان الأهلوية بطولات وانتصارات وألقاب جديدة هذه هي البطولة التالتة لمارسل كولر مع النادي الأهلي فاز باثنين سوبر في الإمارات مرة على الزمالك ومرة على بيراميدز فاز بنهاية كأس مصر على حساب بيراميدز منذ فترة قريبة جداً وبيسير بخطة جيدة خلال الفترة القادمة نحو بطولتين مهمين جداً بالنسبة للجماهيل الأهلوية ولكل أشاق القلعة الحمراء دوري أبطال إفريقيا والدوري ألعاد إن شاء الله بإذن الله تختتم مباريات هذا المسلم بأهم بطولتين بالنسبة للنادي الأهلي ولكن البداية مبشرة اتنين سوبر بطولة كاس واللي جاي إن شاء الله هيكون أفضل وأفضل مباريح كانت سيمفونية مباريح كانت قرنفال في ملعب محمد بن زيد في ملعب نادي الجزيرة الإماراتي ولكل فرحان وسعيد بالحدث الاستثناء اللي كان موجود مباريح في إمارة أبو ظابي خاصة لما بيكون النادي الأهلي جزء من هذا الحدث أكيد وإنت مغمض عينك الجماهير والملعب هيكون ممتلئ عن آخره بجماهير النادي الأهلي أي أن كان المنافس وأي أن كان الفريق الخصم اللي هتلعبه في لقاء السوبر كده كده جماهير النادي الأهلي تقدر تملى 30 ألف و40 ألف وكل ملعب الإمارات شهدة وعرفة على شعبية وجماهيرية النادي الأهلي والحدث المباريح نجح بشكل كبير جدا على المستوى الإداري في التنظيم بالتأكيد بنشكر فيه شركة بريزنتيشن سبورت وكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير مجلس أبو ظابي الرياضي وعلى المستوى الجماهيري جماهيري الأهلي اللي ملقيت كل جنبات أستاذ محمد بن زيد وكمان على المستوى الفني ما كانش هيبقى فيه أقوى ولا أهم ولا أفضل من مباراة سوبر بهذا الشكل وإن كان الكل مبارح بيقول على مدار 20 مباراة سوبر مباراة الأمس هي كانت أفضل وأقوى مباراة على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري